موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد إنه يحذر روسيا من التصعيد خارج حدود أوكرانيا واستوفاكيا تنشر منظومة دفاع جوية من نظام باترو مصر تدين مواصلة قوات الحوثي هجماتها صوبة سعودية وتعلن تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فأهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف أثار تداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وصرح متحدث الرئاسة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت خلال الاجتماع الذي أعقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والتضامن وعدد من المسؤولين حيث اطلع السيد الرئيس على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 وصلت وزارة الداخلية جهودها وحملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط ما يقرب من 100 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 46 طن السلع غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 67 طن ترجمة نانسي قنقر قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية أن أي تصعيد روسي خارج أوكرانيا سيؤدي إلى رد حازم من الحلف وأشار ستولنبيرج إلى أن النيتو يواجه واقعا أمنيا جديدا حيث تقود روسيا الأمن وتستخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك ولفت ستولنبيرج إلى أهمية منع تحول الصراع إلى حرب شاملة بين النيتو وروسيا لأنها ستسبب ضمارا كبيرة مؤكدا تكثيف دعم دول الحلف العسكري والإنساني لأوكرانيا إلى جانب فرض عقوبات على روسيا أعلن وزير الدفاع السلفاكي ياروس لافناد بدء أصول منظومة الدفاع الجوي باتروت إلى بلاده من دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلنطية وأضاف ناد أن نشر منظومة الدفاع الجوي في بلاده سيستمر في الأيام المقبلة هذا وستتولى القوات الألمانية والهولندية تشغيل المنظومة على أن تنتشر في بادي الأمر في قاعدة سلياتش الجوية بوسط سلوفاكيا للمساعدة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف حضر مكتب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي من أن هناك خطر كبير يتمثل في شن هجوم من بلاده على منظومة بولن بغرب البلاد جاءت تحذيرات كييف بناء على معلومات للجيش الأوكراني على الرغم من في بلاده أكثر من مرة نيتها في المشاركة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي استعداده للتفاوض مع نظير هيروسي فلودمير بوتين وأضاف زيلنسكي في مقابلة مع شبكة تأسي أن أين الأمريكية أن أي إخفاق لمحاولات التفاوض بين كييف وموسكو يعني أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة مؤكدا على ضرورة استغلال أي صيغة وأي فرصة من أجل الحصول على إمكانية للتفاوض وفي تصريحات سابقة قال زيلنسكي أن حصار مدينة ماريوبول السحلية سيدون في التاريخ بسبب ما تشهده من جرائم حرب ترتكبها القوات الروسية ومن جانبه قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية قسفت مدرسة للفنون يتواجد بها نحو أربعمائة أكرانية أهلا بكم من جديد قال حاكم منطقة دونسك بافلو كريلينكو أن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية يدور داخل مدينة ماريوبول السحلية بشرق أوكرانيا لا يزال الكثير من سكان ماريوبول البالغ عددهم أربعمائة ألف محاصرين منذ ما يزيدوا على أسبوعين بينما تسعى روسيا للسيطرة على المدينة بهدف المساعدة في تأمين ممر بري إلى شبه جزيرة القرم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الحربية التابعة لها دمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مروحية وست طائرات مصيرة وقالت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مقرا لتدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزقة أجانب وقامت بتصفية أكثر من 100 مسلح فضلا عن تدمير قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولايف بواسطة صواريخ حديثة واعتراض صاروخ تيكتيكي أوكراني من طراز توشكايو في مقاطعة خاركيف أكدت روسيا لليوم الثاني على التوالي أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام الصواريخ لتدمير مخازن وقود صواريخ للجيش الأوكراني في جنوب البلاد موسيقى قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرش توشك إن سبعة ممرات إنسانية ستفتح لتمكين المدنيين من مغادرة جبهات القتال الأمامية وأضافت أن أوكرانيا أجلت 190 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي الأزمة الأوكرانية لم تعد صراعاً عسكرياً فحسب مع تصاعد الجانب الإنساني منها الذي بلغ حد المأساة أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمات ألف أوكراني تحولوا في غضون أسابيع ثلاثة إلى لاجئين تقطعت بهم السبل فيما نزح نحو ستة ملايين وخمسمات ألف أوكراني داخل البلاد وفق ما أعلنت الأمم المتحدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي يشير إلى أن الأرقام تقفز بسرعة كبيرة مع تلاشي الحلول الدبلوماسية للأزمة المستعرة حيث ينضم أكثر من 58 ألف شخص يومياً إلى صفوف اللاجئين مفوض الأمم المتحدة كشف أن نحو 90% من الفارين نساء وأطفال إضافة إلى كبار السن كما أشرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن من بين اللاجئين نحو 162 ألفاً من الوافدين إلى أوكرانيا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد قدرت في البداية أن أربعة ملايين شخص كحد أقصى قد يغادرون أوكرانيا البالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة لكن المنظمة اعترفت الأسبوع الماضي بأن هذا الرقم يمكن أن يكون أكبر بولندا أكثر الدول استيعاباً للاجئين الأوكران بما يبلغ 60% من الأرقام المعلنة متجاوزة مليوني لاجئ بينما جاءت رومانيا ثانية باستيعابها لأكثر من نصف مليون أوكراني فيما لجأ إلى مولدوفا أكثر من 360 ألفاً تليها المجر التي استقبلت 300 ألف أوكراني روسيا أيضاً لجأ إليها نحو 184 ألف شخص قادمين من منطقتين دونتسيك والوهانسيك لانفصاليتين المواليتين لروسيا بعد آخر للأزمة يتصل بالمواطنين المحاصرين داخل المدن الأوكرانية التي تشهد قتالاً عنيفاً مثل ماريو بول وخاركييف وسومي ويتجاوز عددهم ثلاثة ملايين مواطن ترجمة نانسيك أكد الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس أن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واصدافة المفاوضات بين موسكو وكييف ودع الرئيس السويسري إلى فتح ممرات إنسانية على الفور يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروفا كان قد أكد في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة ضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو أعلن وزير الخارجية الصيني وانجي أن بلاده لا تقبل أي ضغط خارجي وترفض كل الاتهامات غير المبررة فيما يخص الأزمة الأوكرانية وذكر وزير الخارجية الصيني أن الرئيس شي جيم بينغ أوضح موقف الصين من القضية الأوكرانية بشكل موضوعي وعادل وبما يتفق مع طموحات معظم بلدان العالم كانت واشنطن قد حضرت بكين من أي دعم منها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعرب وزير المالية الفرنسية عن أمله في انتهاء الصدمة التي خلفتها أسعار الطاقة الحالية خلال أشهر وأضاف الوزير الفرنسي أنه لا يرى دوامة ضخمية قد تمتد لسنوات في اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأشار الأوميار إلى أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات أكثر منطقية بمجرد أن تخفض أوروبا واردات الغاز والنفط من روسيا تواصل روسيا من عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتكثف من هجومها يوما بعد يوما من هنا جاءت التوجيهة الرئاسية الحاسمة منذ بدء الأزمة ليتم التعامل مع تداعياتها التي طالت العالم أجمع حيث تم اتخذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطني وعلى الاقتصاد المزيد من التفاصيل مع الرغضة أبو لي لنتابع أهلا بكم منذ بدء الأزمة الأوكرانية كانت التوجيهات الرئاسية حاسمة وحازمة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على بلدان العالم واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد شهادة حقيقية بأن الدولة لن تنسى أبناءها في الخارج فمنذ بدء العملية العسكرية وفرار الآلاف اللاجئين قامت السفارات المصرية في الدول المجارة لأوكرانيا بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة وقامت بنقلهم إلى أرض الوطن وفي إطار متابعة مصر باهتمام بالغ لتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي توليها الدولة لسلامة أمن المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن أعرب خلاله عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وحول الموقف المصري من الأزمة الأوكرانية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعد الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف ووسط أزمتي التراب سلاسل إمداد الغداء جراء الأزمة الأوكرانية ضعفت مصر جهودها من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وقررت وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية من بينها العدس والمكارونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمتشوش وذلك لمدة ثلاثة أشهر مع وقف تصدير الزيود بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة ثلاثة أشهر أيضا وبشأن جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم كما أصدرت الحكومة قرارا بمنع التعامل مع الأقمح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين وتنويع مصادر الواردات للقمح وفي إطار تبني سياسات فعالة لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار تم تقديم موعد معارض أهلا رمضان لترحي كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30% فضلا عن بلوغي إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيات 6740 منفدا في كافة أنحاء الجمهورية واستكمالا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة فقد تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك تطوير 61 مجمعا استهلاكيا إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالنسبة تتراوحه من 25% إلى 60% ولإتاحة تقييم تطورات أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات عقد الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية برياسة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الذي أكد صدور توجيهات الوزارة المالية لاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج من أزمة كورونا إلى أزمة إطراب سلاسل إمداد الغداء العالمية إلى الأزمة الأوكرانية أثبت الاقتصاد المصري قدرته ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية أشهد وزير الخارجية سامح شكري بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان مؤكدا حرص مصر على دفع التعاون ما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بنظيره الباكستاني محمود قريشي لدى وصوله العاصمة الباكستانية إسلامباد في رابع محطات جولته الأسيوية وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق على كافة المستويات وتنصيق على الصعيدين الثنائي والدولية كما استعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعرب شكري عن تقديره لاستضافة باكستان للدورة الثمانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقررة في إسلامباد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس الجاري استضافت القاهرة اجتماع كبار المسؤولين للجنة الفنية للمشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول الموضوعات الإقليمية شهدت المباحثات تبادل وجهة النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تنصيق المواقف بشأنها وبحث سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر مواصلة قوات الحوثي هجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية وأضافت الخارجية أن مصر تؤكد أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يعد تصعيدا جسيما واستهدافا لأمن وسيادة المملكة وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة كما أقدت الخارجية على تضامن مصر ووقوفا جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتتابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال كانت تحالف العربي في اليمن قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي لاستهداف مدينة جازان وأضافت تحالف أن القوات دمرت تسع طائرات مسيرة مفاخخة أطلقت نحو جازان وخميس سمشيت والطائف وينبع وظهران الجنوب وأكد التحالف أن الهجمات العدائية لقوات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ترجمة نانسي قنقر أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن عن ترحيب المنظمة الدولية بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات بشأن التسوية السياسية باليمن في الرياض خلال الأسابيع المقبلة وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تدعم جميع المبادرات التي تسهم للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة للنزاع في اليمن عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز لقاء مع مجموعة من المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية وقد اطلعت وليامز المرشحين أطلعتهم على مبادرة اللجنة المشتركة التي ترعاها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات وأكدت وليامز أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين حتى رئيس المجلس الرئاسة الليبي محمد لبنيفي المترشحين لمجلس النواب على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مؤكدا أن المجلس لن يتدخر جهدا في دعم الاستقرار في ليبيا من خلال انتخابات حرة نزيهة جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من المرشحين لمجلس النواب حيث أكدوا على دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين لإرساء السلام والاستقرار في البلاد في تونس أعلنت الشرطة أن إرهابيين أطلقوا النار على عناصر من الشرطة قرب مدخل لثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان وسط تونس مؤكدة عدم وقوع إصابات ورجح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي يرجح أن يكون منفذ الهجوم منتمنة لإحدى الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عن خطتها التخريبية بعد اعتقال خلية إرهابية في الأيام الماضية كانت تنشط بين سوسا والقيروان دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية تأخذ على عاطقها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية على أن صالح قد أكد على ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلاد واستثمار التقاتل البشرية وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي بتعزيز الإجراءات الأمنية وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية فضلا عن التأكيد على تأمين السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات الأجهزة الأمنية في نينوى حيث اطلع على آخر الإجراءات المتخدة من قبل الأجهزة الأمنية في نينوى لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة وأكد القادمي على ضرورة أن يكون أمن المواطن والأهالي في كل أرجاء المحافظة هو الأولوي القصوى ووجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الاستعدادات كافة وبتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بيلس خارت أن الخلافات في العراق يمكن أن تحل بسرعة من أجل الموضي قدما على طريق نحو تنمية المستدامة والازدهار وأكدت بيلس خارت ضرورة إعلاقية مع التضامن والمصالحة في ظل التحديات الحالية المتمثلة في تغيير المناخ والذي يؤثر سلبا في حياة الناس وكوكب الأرض وكذلك جائحة كورونا التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية نشرتنا متواصلة نتابع فيها ستة قتلة في حادث دهسن ببلجيكا خلال أحد المهرجانات اتهمت القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية بيونج يانج بإطلاق قاضفة صواريخ متوسطة المدى وأعلنت القيادة المشتركة الجنوبية أن القوات كانت على وضع الاستعداد لمراقبة ما تقوم بها كوريا الشمالية من إطلاق قاضفة صواريخ متعددة وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أن جيش كوريا الشمالية أطلق أربع قاضفات باتجاه السحل الغربي من موقع غير محدد من إقليم بيونجان الجنوبية لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة من بينهم إثنى عشر في حالة حرجة ذلك من جراء عملية دهس استهدفت حجدا من المشاركين في كرنبال محلي ببلجيكا وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن سيارة قد استضمت بمجموعة من الأشخاص يحتفلون بكرنبال في بلدة ستريبي براكز ببلجيكا مشيرة إلى أن الشرطة قد نجحت في إيقاف السيارة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتزازة بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي جاء ذلك خلال استقباله للكاردينال ماري بوتروس الراعي باترياركا أنطاقيا وسائر المشرق للموارنة بحضور سفير لبنان بالقاهرة على الحلبي وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وعلى تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة وبارك في إطار الاهتمام المصري الدائر بكل ما فيه مصلحة لبنان ولشعبه ومثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره من جانبه أعرب الكاردينال ماري بوتروس عن تشرفه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيضة التي تربط الدولتين الشقيقين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة ومعربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات وكذلك كركيزة محورية وضام أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن التاريخ والتجربة قد أثبتت أن مصار التعاون والبناء والتنمية دائما ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار بخلاف مصار المشاكل والأزمات التي يحضر من موارد الأمم ويستهلك منطقتها مشيرا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التي تتمتع بها دول حوض الليل وإفريقيا بوجه عام حيث طالما مثل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر في التعامل مع عمقها الإفريقي هو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وكذا في تفاعلها مع كافة الشركاء الدوليين للقارع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق مهيزي موسيفيني قائد القوات البرية الأغندية بحضور الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود دعم التعاون العسكري بين البلدين خاصة ما يتعلق بمشاركة الجانب الأغندي في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية مشيدا في هذا الإطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك في الدفاع عن قضايا القرى الإفريقية والسعي لتحقيق مصالحها من جانبه نقل قائد القوات البرية الأغندية تحيات وتقدير الرئيس الأغندي يوري موسيفيني للرئيس السيسي مشيدا بعمق وبتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة ومؤكدا على حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة خاصة في المجال العسكري والأمني وأعرب قائد القوات البرية الأغندية عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية خاصة في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية وسيدة نبين الكباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين وقد وجه الرئيس السيسي الحكومة في هذا الإطار بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف أثار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية خاصة فيما يتعلق بالنظام الفاتورة الإلكترونية وميكانات وتطوير الإجراءات الضريبية فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي كما اطلع السيد الرئيس أيضا على التعدلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورسة المصرية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبرصة لدعم وتشجيع الاستثماري بها كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل النظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في إطار استراتيجية وزارة الدخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد أصفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 605 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مدرية أمنه والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 310 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، وبرسعيد، ودقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 63 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ألف ومائتين وسبعين قطع السلاح ناري أبرزها مائة وسبع وستون بندقية ومائة وعشرون بندقية آلية واثنان وستون مسدسا وتسعمائة وواحد وعشرون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة ومائة واثنتان وخمسون خزينة إضافة لألف واربعمائة واسنتين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وتسعين ألفا ومائة وسبعة وسبعين حكما قضائيا بإجمالية سبعة وثلاثين ألفا وأربعة وسبعين متهما من بينهم ألفان وأربعمائة وثمانية وستون حكم جناية ومائتان وسبعة ألف وثلاثة عشر حكم حبسة ومائتان وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون حكم غرامة واثنان وثمانون الفا وتسعمائة وواحد وثلاثون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة الوزارة خلال اسبوع في ضبط اثنين وعشرين تشكيلا عصابيا ضموا اربعة وثمانين متهما قاموا بارتكاب سلاسمائة واربعة وعشرين حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض تسعة وستين حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالاكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها باجماري تسعين متهما كما تم اعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع من ضبط 1766 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1943 متهما وبحوزتهم ما يقرب من 718.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 146 طن من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت اكثر من 47 كيلو جرام اضافة الى ما يزيد عن 17.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 19.615 قرص مؤثر و20.947 قرصة رمضون مخدر و6058 قرصة كيبتاجون مخدر كما تم ابادة مساحة 287 فدان منزرعة بنبات الخشهاش المخدر و14 فدان منزرعة بنبات البنجو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 543 مليون جنيها كما تم ضبط ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الادمان وضبط قضيتين غسل اموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 240 مليون جنيها متحصلة من الادجار غير المشروع بالمواد المخدرة تشهد معارض اهلا رمضان بجميع محافظات الجمهورية اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية ويميش رمضان واشهد عدد من المواطنين بتوافر السلع الغذائية باسعار مخفضة على جميع المعروضات وبتوافرها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير كافة السلع والاحتياجات للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم حيث تشهد محافظات الجمهورية افتتاح معرض اهلا رمضان وذلك لتوفير السلع الغذائية والاساسية باسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن البضاعة كلها متاحة وبكميات كويسة وبجودة كويسة وهيتم متابعتها من الصحة والتموين والطب البطري عشان تأكدوا من جودة المنتجات نوفر اكبر كمية من السلع لمواطنين المحافظة بأعلى جودة وبقل سعره نقول لان الفرق بينه وبنقطعه برة والسوق المحلي في تخفيفات تصل هنا 25% وتصل الى 50% و60% في بعض المنتجات ويشهد معرض اهلا رمضان مشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص اجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية لطرح المنتجات باسعار مخفضة نشكر الرئيس السعب فتاح السيسي لانه يحس بالناس الغلابة واول ما يحس ان الناس بتغلاء اسعار بدأ يدعم الناس وهي مناسبة لجماعة الفئات هنايا اسعار محترمة جدا ومبادرة محترمة جدا واحنا بنشكر سالượس السيسي على المبادرة المحترمة جدا دي واللهما شكر انهم كده بحربي الاسعار غلاء الاسعار والحاجة جميلة جدا والله الاسعار زي العسل وكل حاجة جميلة ويسلم السيسي وكل سنة من طيبون داخلنا المعرض وبصينا على الاسعار يعني حاجة كويسة طبعا وكل ما تكون الاسعار احسن بالنسبة للمواطن البصيط الاسعار ممتازة هنا افضل من برا كتير كما يشهد المعرض مشاركة 53 شركة عارضة بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما يفي بكافة متطلبات الأسرة بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق ويأتي المعرض بتزامن مع الحملات المكثفة المتواصلة للتأكد من ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين تواصل أجهزة الدولة جهودها في ترحل السلع الغذائية بكميات موفيرة وأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20% بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية ذلك تنفيذا لتوجهات الرئاسة تواصل الدولة جهودها في توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها وذلك مع تكثيف الرقابة على الأسواق عن طريق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدي لأي محاولة تلاعب أو جشع بهدف احتكار السلع أو رفع الأسعار السلع الموجودة طبعا رقم واحد السلع الأساسية زي الزيت والسكر والرز المكارونات بتخفضات أو أسعار أقل من برة السكر بعشر ونص الرز يبدأ من 11 ربق المكارونا بيجي نص كيلو فيه بخمسة جنيه فيه 350 جرام بثلاثة جنيه ونص بالإضافة على كده طبعا اللحوم الطازة السوداني بخمسة وتسعين اللحوم البرازيلي بتمانين جنيه الدواجن البرازيلي الكيلو بتمانية واربعين زايد مصنعات الدواجن من فليه من شيش من وراك من البط من وراك الرومي بتبقى موجودة زايد طبعا يميش رمضان موجود في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تراوح من 20% ل25% منافذ المجمعات الاستهلاكية شهدت اقبالا كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة إلى جانب الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% وذلك لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الكريم جيت اشتريت زبيب واشتريت أمر الدين واشتريت مشمشية فالأسعار حلوة يعني في متناول الجميع يعني هنا الأسعار أحسن طبعا من بعضها فرق كتير يعني 5-3-4 في كل سلعة فيه فرق بين 20-30-40 جنيه برا يعني فعلا هنا كل حاجة متاحة والحاجة هنا فعلا متناول للناس كلها يعني حلوة جدا بمقارنة ببرا جهود متواصلة تقوم بها أجهزة الدولة من أجل تنفيذ التوجهات الرئاسية بتوفير مختلف المنتجة الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري والآن مشاهدين نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية إلى رجائي رمزي إليك رجائي شكرا حكمة شكرا نهاى مشاهدين أخبار المال والعمال نتابعها وأياكم في هذه الوقفة الاقتصادية نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول تحولات المصريين العاملين بالخارج وذلك خلال السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعا وصل إلى 72% في الفترة ما بين 2015 إلى 2021 وقد سجل حجم التحولات في 2021 مستوى غير مسبوق وصل إلى 31.5 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020 و26.8 مليار دولار في عام 2019 ونحو 18.3 مليار دولار كان ذلك في عام 2015 أعلنت وزارة البترول أن نشطة البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في تلك المنطقة وأكد وزير البترول طارق الملة أن أعمال المسح السيزمي ثلاثية لبعاد على المساحة 6700 كيلو متر مربع في البحر الأحمر أو شكت على الانتهاء الأمر الذي يتيح القيام بأعمال البحث والاستكشاف جاء ذلك خلال افتاح النسخة الثانية من ورشة عمل مستقبل استكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر التي نظمتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بمدينة الغردقة وذلك بحضور 115 خبيرا من 36 شركة عالمية إلى البرصة المصرية مشاهدين التي أنهت التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب بينما اتجهت التعاملات المستثمرين المصرين والعرب للبيع هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 708.3 مليار جنيه ذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.9 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 2.31 في المئة ليغلق عند مستوى 10.973 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.60 في المئة ليغلق عند مستوى 1924 نقطة فيما صعيد المؤشر EGX100 بنسبة بلغت 1.61 في المئة ليغلق عند مستوى 294 نقطة استعادت السعودية موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في أول شهرين ذلك منذ العام 2022 بعد أن أزاحهتها روسيا من المركز الأول في ديسمبر الماضي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيها الشحنات الروسية بنسبة بلغت 9% أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجماركة في الصين أن الإجمالية الواردات من الخام السعودي بلغة 14.6 مليون طن في الفترة من يناير إلى فبراير بما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا لازلنا مشاهدين في أشان السعودي حيث أعلنت شركة أرامكو عملاق أن نفط السعودي زيادة صافي الربحة السنوي في 2021 لأكثر من الضعف مضعوما بارتفاع أسعار الطاقة ارتفع صافي الربحة إلى 110 مليارات دولار خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 49 مليار دولار في العام السابق قال نائب رئيس الوزراء البلغاري أن بلده لن تجري محادثات مع عملاقة طاقة روسية جازبروم لتجديد صفقة شراء الغاز الطبعي في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مضيفة أنها ستبحث عن امدادات بديلة هذا وتلبي دولة العضو في الاتحاد الأوروبي جميع احتياجاتها تقريبا من الغاز من روسيا ذلك بموجب اتفاق مدته 10 سنوات مع شركة جازبروم ينتهي بنهاية العام الحالي قال نائب وزير الخارجي الصيني ليو تشينج أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت شائنة وبشكل متزايد ذلك على حد وصفه وضف تشينج أن العقوبات تؤثر على نظام الاقتصادي والمالي كما تزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن المواطنين الروسي تم حرمانهم من الأصول خارج بولدهم بدون سبب مشاهدين نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجدداً للزملاء حكمة ونوها في تونس أطلقت السيدة مريم الشارني مبادرة أسمتها كنوز النحل تهدف إلى مساعدة النساء الرغبات في تعلم المهنة للعمل في مساحة آمنة بمجال تربية النحل تأمل مريم وزاملاتها في أن تساعد مبادرتهن الصغيرة في تمكين المزيد من النساء في الحصول على الأراضي التي يحتاجنا إليها وتملك الأراضي لبدء المشاريع الخاصة بهن مريم الشارني تونسية قررت أن تغير مسار حياتها العملية لتبدأ مشروعاً خاصاً عبارة عن مزرعة نحل صغيرة لتحقق طموحها وسعادتها وأيضاً لمساعدة السيدات في بلدها أنا درست في مجال التسويق تخرجت عام 2008 ودخلت طول المجال الشغل خدمت شركة بيترولية لمدة تتجاوزة 8 سنوات في 2016 قررت أني نعمل تجربة جديدة لها هي تجربة في الميدان الفلاحي خرجت ومشيت عملت أدت توقينات والتوقع قاعدة نقرأ ونتكون قاعدت رولي لي غرام ووليت حاجة عشق نتنفس به اللي هي نحل والفلاحة تخرجت مريم في الجامعة في عام 2008 بعد أن درست التسويق وبدأت حياتها العملية في شركة بيترول لمدة ثمانية أعوام قبل أن تقرر تغيير وظيفتها في عام 2016 وإنشاء مزرعة النحل التي وصفتها بالحب الذي تعيشه وتتنفسه مشوار مريم لم يكن سهلاً ولا مفروشاً بالورود بل كان شاقاً وواجهت خلاله العديد من العراقيل والعقبات وكان من أبرزها إيجاد التمويل اللازم للمشروع والأرض لإقامته وكان من أبرز العقبات أيضاً التعامل مع الرجال في هذا المجال من أبرز المشاكل اللي تعرضت لأول ما بجيت المشروع بتاعي كان التمويل كاميرا فلاحة ومزلت في بداياتي ومعنديش أرض كان صعيب برشاً بشان تحصل على التمويل إذا كعليش عملت على روحي الحاجة الثانية اللي كانت صعيبة بالنسبة ليا هي التعامل مع زملائي من رجال في الميدانة ذا ما كانوش يخدوني على محمل الجد وبرشا ضحكوا قالوا لي مرعش نجم تعمل ولا كيش تزرزين ولا كيش تنقل في الليل ولا كيش تمشي لجبوليت ونفسهم هذيكم اللي ضحكوا عليها طوي يكلموني ويطلبوا مني النصيحة هذه ما بين الحاجات اللي يمكنني أنا نرقاها فخورة بها نجم أقول بعد مزرعة النحل أطلقت مريم مبادرة كنوز النحل التي تهدف إلى مساعدة النساء الرغبات في تعلم المهنة وجمع نساء المهمشات والمحرومات معا للعمل في مساحة آمنة بمجال تربية النحل وتأمل مريم وزميلتها في أن تساعد مبادرتهن الصغيرة في تمكين المزيد من النساء من الحصول على الأراضي التي يحتجن إليها لبدء مشاريعهن الخاصة مشروع مميز بدأته مريم أشارني ليكون دافعا ومحفزا لدخول المرأة في كافة المجالات العملية ومساعدتها في بدء المشاريع الخاصة إذن مشاهدين وصلنا إلى ختم نشرتنا إلى عنوينها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد النيتو يحذر روسيا من تصعيد خارج حدود أوكرانيا وسلوفاكيا تنشر منظومة دفاع جوي من نظام باتريوت مصر تدين مواصلة قوات الحوثي من هجماتها صوبة سعودية وتعلن تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات انتهت السادسة في أمان الله